السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين الكرام تم تمنى تكونوا في احسان نحوالي ان شاء الله مرحبا بكم معي طيب احبكم وتنشككم على التعليقات الجوالكم الرائعة وعلى المتابعة شكرا لكم وكان احب الناس الجدد معي مرحبا بكم معي اليوم كما تتشوفوا بيتنشارك معكم الكوزيتة والقرعة خضرة في الفورن لتشجيها الى وسالف تحضير بسم الله على بركتي اللي عندي ازمعكم للطريقة التحضير بسم الله عندي القرعة خضرة اللي غصلتها مزيان وقتعتها على النصف وحيت لها البابة ديالها حيت لها الداخل على هذا الشكل وقلبتها واحد شوية كباش تقطر من الماء وعندي واحد لبصلة مش لدرقيقة على هذا الشكل مش لدرقيقة مش لدرقيقة وغان نبضى تشحرى ايه اللي اولى وغان نبضى لشي تنجرة باش تشحرى ايه اللي اولى حيتي هي اللي تتاخد الوقت واحد شوية وما نقرعت غيه تطيبها وغان نزل ليها واحد شوية تازيز زيتا وغان نضع فوق النار ب experience وغان نضع فوق النار ميلة بكوdos متعداً وهنا ساناد هذه البابة للقراء والدخل للقراء قطع صغر مربعات صغر مقطعين مربعات صغر بعد شحرة نزيد لها القراء نزيد لها القراءة من البابة للقراءة سوف نجعلها بطيب نجعلها بطيب نجعلها بطيب نجعلها بطيب نجعلها بطيب نجعلها بطيب و بالتحمير نجعلها بطيب نجعلها بطيب نجعلها بطيب افتحق الملحة بالضبط نجعلها البطيب سوف نقص عليها و نجعلها الطيب و من بعد سوف نزيد ثلاثة الفرمجة سوف نقص عليها نزيد ثلاثة الفرمجة سوف نضيف الزاتر سوف نضيف الزاتر وقوم بضع الأبوار مع الزاتر سوف نضيف الزاتر كحل وعشين تلكشير تنجنسهم جيدا تنجنس الحشوة مع الزيتون والكشير على هذه الشكل ثلاثة الفرمجات ثلاثة الفرمجات وعندي جوج مطلشات مع السلين مع شوية لأوراق مع السلين بلا سكر ثلاثة الفرمجات ثلاثة الفرمجات ثلاثة الفرمجات مقطعين مربعات كبيرة ومسلين في المقلات يأتي رائعين لا تكون فيهم ذو الحموضة تتجبني إلى بات الطريقة مسلين بلا سكر نحن stupid ثلاثة ما بعد ثلاثة الفرمجات ثلاثة فرمجات ثلاثة مبütün كيش نطيبها في الأول مزيين تنطيبها غير نص الطيبق واحد شويك وتنحيدوا على الحشوة ونعمرها مزيين ونحتفق هذه السلصة هادا ونطيشها مسلة لنطيشها تجي رائعة بها الطريقة تجي مسلة وما تكونش فيها الحموضة تجي بنينه وبلا سكر تنسلوها بلا سكر كيش تجيبها خلال عبورة مثل تأشو مزيين كيش تجيبها ونعمرها كيش تجيبها سأحضر ونعمرها لنعمر افضل جميلة ابتد� طريقة. متنستمر بهذه الطريقة ستكون قريعة تتجي رائعة لجبنينة. وسالف تحضيرها. متنستمر بهذه الطريقة. تنزيلها بالفلفلة. ثم نزيل الفرمج. سوف ندخل على الفرمج. متنستمر بهذه الطريقة. سوف نخرجها. سوف نسخن شوية مع الفرمج. سوف نخرجها. تجي علها دي شكل. تجي رائعة. بعدما خرجها تجي علها دي شكل. تجي زوينة بزاف. تجي رائعة. ونحن تضيفها. تحتاجها بسحن قريباً ونتدخلها. قدمها بعض الطريقة. وترفقها بواحد جبن. تجي معها رائعة. هذه هي الوصفة اليوم. تمنتنا لعجبكم مشاهدين الكرام. ونتعود أن نزيد عليها زيت زيت. تجي رائعة. وسالف تحضير تجيبنينا بزاف. تمنتنا لعجبكم. ولا فيديو مقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وما تنسوا تشاركوا في القناة قداموا نبدأ لك إلا أجبتكم ولا فيديو مقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا